دعا التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز إلى إظهار الحقيقة الكاملة للشعب اليمني حول مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وقال بيان صادر عن إصلاح تعز إن إعلان كافة تفاصيل الجريمة ونتائج التحقيقات في مقتل العميد الحمادي يعد انتصارا للشهيد وانتصارا لحق أسرته وانتصارا لتعز والوطن وللحقيقة والعدالة وأدان إصلاح تعز التناولات الإعلامية المضللة والتهم الزائفة التي تعد تحريضا من أصحابها ومن يقف وراءهم ضد الإصلاح وكوادره وأشار إصلاح تعز إلى أن البعض ذهب لتوظيف واستثمار ذم الشهيد منذ الوهلة الأولى بتهم ظالمة بهدف إرباك المشهد وتنفيذ أجندتهم الخاصة باستهداف الإصلاح وحمل إصلاح تعز تلك الجهات والأفراد التي تنفذ تحريضا ممنهجا وأكاذيب مضللة تشترك فيها جهات سياسية وإعلامية حمله مسؤولية أي أضرار أو اعتداء قد يلحق بأحد أعضائه بسبب ذلك التحريض والمحرضين وقال إصلاح تعز في بيان إنه ومن موقف مسؤول وإدراك لحجم الخسارة التي لحقت باليمن وتعز بفقدان قائد عسكري له مكانته وثقله ودوره في معركة التحرير واستعادة الدولة فقد آثر الإصلاح بعد إصداره بيان نعي الشهيد الصمت تاركا الفرصة للجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق بعيدا عن أي تأثيرات جانبية أو الدخول في تناولات وردود قد تشوش على اللجنة وتؤثر في مسار التحقيق وكشف الحقيقة